موسيقى 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 والآن إلى جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن دشنا شباب حملة خليها تعنس وما تورطش نفسك في دعوة من الشباب لمقاطعة الزواج بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة به والمهور والمطالبات الغير منطقية وهو ما أثار غضب الكثير من الفتيات والسيدات الذين ردوا على هذه الحملة بحملة معادية على مواقع التواصل من الفتيات وهي خليك في حض نمك وخليه يخلل كانت هذه بعض المشاركات منها نور صبري قالت عندي فكرة لي كلما مناخد أربع بنات يلوموا بعض ويشتروا شقة ويفرشوها ويتجوزوا شب ويستروا عليه أما فارس السيد علق بقوله سيبك منها وعيش حياتك بدل الأرف وكنت فين وما كنتش فين وخليهم يتقلوا بقى برحتهم وعارض شاهين فكرة الهاشتاغات بين الفتيات والرجال قائلا لا حول ولا قوة ألا بالله هاي مين اللي يخليها تعنس أختك ولا بنتك ومين اللي يخليه في حض نمك ابنك ولا أخوك انتوا كده ضد سنة الله في الأرض وأضافت منار حملتين ضد بعض خليها تعنس وخليه يخلل هذا مؤشر خطير على مجتمعنا ويحد من الترابط والامتناع عن ما حلل الله به وهو الزواج والحب وزيادة النسل ياريت مشكلة حاجة تنقاض وراها دون التعرف على النتائج السلبية قال الدعاء اللي عمل هاشتاغ خليها تعنس أحب أقولك أنه الستات والبنات ليست سلعة ولا أظن أنك ترضاها على أختك أو بنتك وإذا كان هناك بعض الناس يغالون في طلبات الزواج فده مش مبرر أبدا للغباء ده طيب البنات عملت حملة وسمتها خليك في حضن أمك هتقدر تفتح بقك؟